حول الموضوع نضم لنا من بغداد الدكتور هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات المتشددة دكتور مساء الخير أهلا بك معنا التقريب تحدث عن كشف القوات العراقية لمخابئ داعش في جبال حمرين وكشف طبعا حجم الدمار الذي خلفه فلول داعش هناك وهذا ليست بالشيء الجديد على داعش أو فلولها أينما حلوا يحلوا الخراب لكن بالنظر إلى هذه المنطقة بالتحديد لما تحدثنا عن جبال حمرين الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة لماذا استغلها فلول داعش بالتحديد؟ هذه سلسلة جبلية تبدأ من المناطق الحدودية بين العراق وإيران وتصل إلى عمق مناطق كاركوك أكثر من 171 كيلومتر تمتد وبعرض أكثر من 60 كيلومتر ويها مناطق وعرة لا تستطيع العجلات العسكرية أن تتحرك بها بسهولة وبالتالي من يستطيع أن يتخفى في هذه المناطق يتخفى بالوديان تارة وتارة في الكفوف التي هي كثيرة جدا في هذه المنطقة أيضا هذه المنطقة ممكن للهاربين أن يستطيعوا أن يتعايشوا فيها على اعتبار أن بعضها عبارة عن أشبه ما تكون بخزانات لمياه الأمطار وحتى بعض منها قريبة على بحيرة حمرين بالتالي هم اختاروا هذه المناطق كجماعات إرهابية منذ عام 2003 هم يتواجدون في هذه المناطق إما على شكل مقرات للتحكم والسيطرة وهم يشنون عمليات هجومية على الطرق الخارجية ليقتلوا الأبرياء أو يسرقوا منهم ممتلكاتهم في عمليات متكررة لكن هذه المرة الحملات التي قامت بها القوات المشتركة العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي استطاعت أن تدفع هذه الزمر إلى مناطق وعرة جدا أكثر من 30 كيلومتر بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان والمناطق التي فيها قرى أو حتى على الطريق الدولي نعم طيب المناطق الأخرى التي بها فلول داعش أو التي يتمركزون فيها نعلم بأنه عند دحر داعش بعض منهم قتلوا البعض لكن بعض منهم استطاع الهرب من لم يتم الإمساك به ومن لم يتم قتله هرب باتجاه بعض المناطق التي ربما لا يزال يختبئ فيها بعض الفلول غير جبل حمرين أين هي هذه المناطق؟ نعم في المنطقة الشمالية الشرقية من العراق يتواجدون في حمرين وحوض حمرين والعظيم وحوض العظيم ومنطقة جبل الخانوق ومناطق جنوب غرب كاركوك وفي المنطقة الغربية من العراق هم يتواجدون في منطقة صحراء البعاج وصحراء الحضر وحوض الثرتار وجزيرة الرمانة وجزيرة راوة بالإضافة إلى الأودية الثلاثة وادي القدف ووادي الأبيض ووادي حوران هم يتواجدون إذن في مناطق مفتوحة غير مؤهولة بالسكان يختبئون في عمق ستراتيجي في التضاريس الصعبة لكن مع هذا هناك مراقبة على مدار الساعة من طائرات التحالف الدولي تعاون كبير من المحليين سواء كانوا رعاة غنم أو كانوا من الحشود العشائرية المناطقية الذين يفصدون التحركات الغريبة وبالتالي يتم الاستعانة بطائرات مروحية للجيش العراقي وأحيانا بطائرات سلاح جولي التحالف الدولي بهذه الحالة هم يعيشون حالة من الإنهاك الاستنزاف الكثير من أنفاقهم كشفت كهوفهم كشفت وأيضا مخازنهم وأصبحوا بعيدين عن الطرق المعبدة وهم بحاجة بين فترة وأخرى إلى المواد الغذائية بحاجة إلى وقود أظن سوف يبدأون بمفاوضات إما بتسليم أنفسهم أو ربما يهربوا خارج الحدود العراقية طيب العملية العسكرية الآن لتطهير كل هذه المناطق لتطهيرها من هذه الفلول حتى المناطق التي ذكرتها دكتور هشام ما الذي تتطلبه حاليا من قبل القوات العراقية والقوات الداعمة لكي يتم تطهيرها وبالنظر إلى أن هؤلاء أو هؤلاء الأفراد لديهم دراية كبيرة ويعلمون المخابئ والممرات ولديهم أنفاق كما ذكرتم من منذ عام 2003 تقريبا وهم في تلك المناطق حقيقة ما تحتاجه القيادة المشتركة العراقية هو عمليات طائرات بدون طيار تقوم بتصوير الحركات لهذه الجماعات الأرهابية أيضا التعاون مع الحشود المناطقية من المحليين الذين يخبرون هذه المناطق ويعرفون التعايش معها والتكيف وأيضا طرق الخروج والدخول في مثل هكذا تضاريس صعبة ما تقوم به القيادة المشتركة العراقية تجمع أهداف ثم بعد ذلك تقوم بحملات على شكل موجات متكررة منذ إعلان النصر في 7 نوبمبر 2017 إلى هذا اليوم هناك ثمان حملات كبيرة أسسة لها من القيادة المشتركة العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي في المناطق الشمالية الشرقية وثلاثة حملات في المناطق الغربية ولا تزال هذه الحملات مستمرة بناء على الصور الجوية التي يزود التحالف الدولي فيها العراقيين ثم تبدأ العمليات الضخمة باتجاه متابعة هذه الفلول ثم تقوية الخواصر الهشة وأيضا منعهم للاستفادة من الموارد والمخازن التي اتخذوها أيام احتلالهم لتلك الأراضي أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور هشام الهاشمي الخبير في شؤون جماعات متشددة كنت معنا عبدالأقماص طناعي من بغداد شكرا جزيلا لك دكتور